الحمد لله السلام عليكم من الأسرار الذي سأقول لكم اليوم هو التغلب على القارين التغلب على القارين جد صعب شيء يعني صعب ولكن إذا عرفت سره فهو جد سهل إذا تحكمت في قارينك القارين يعني كل إنسان لوجه الأرض عنده قارين شيطان مخلوق معه هذا الشيطان يدعوك إلى الطريق الخطأ طريق اليسار هذا ما يدعوك يدعوك إلى الشهوات ملذة الدنيا إلى المال إلى الحرم يدعوك فقط لهذه الأشياء التي ستلهيك عن الصلاة والذكر والطريق الصحيح فإذا يعني تغلبت على هذا القارين وتحكمت فيه أنا أقول كما أقول كما قلت في فيديو سابق 80% يعني لما تتغلب عليه 80% وتبقى 20% فلن تحس بالضغط عليك أنا أقول لك إسمع إذا تغلبت على قارينك وتحكمت في قارينك وتغلبت عليه يعني أزلت 60% أكثر من 60% في المساعة فقط 60% من المشاكل 60% من المشاكل تأتي من عند القارين ستبقى فقط ماذا سيبقى؟ ستبقى نفسك نفسك ما هي؟ نفسك كأنها صبي هي تتعلم ماذا تروضها أنت تذهب مع يعني إذا روضت على الخير تذهب مع الخير إذا روضت على الشهر تذهب مع الشاب تبقى نفسك يجب أن تربي نفسك فقط سيصبح عندك إحساس لما تتحكم في قارينك كأنك في رمضان دائما أنت السنة كلها تحسك أنك في رمضان تحسك أنه ليس عندك شيطان ليس هناك أي شيطان يوسوس لك ليس هناك عندك أفكار فقط ما تفكره أنت وتعرفه أنت تقوله فذلك الفكرة التي تطيحه لك في عقلك فأنت تقولها وتخرج بلسانك وبعقلك حقا ليس من وسوسة الشيطان انتفقنا فالتحكم في القارين يجعلك ترفع في الضراجات أقول لكم مثلا أنا أعود بالله ما قلت أنا أنا لا أحس أن عندي قارين ليس عندي قارين أو أن قاريني أسلم أو ليس قاريني أسلم قاريني شيطاني كقارين كل الناس ولكن حاربته بدكر ووجدت له نقطة ضعفة تغلب عليه تغلب عليه يعني 8% أو 70% فلا أحس بتأثير القارين كأنني الفكرة التي أقولها تخرج من عقلي أنا وتخرج عن لساني ليس هناك أي قارين مثل الذي عنده الوسواس القهري وكترة الوسواس وكترة التفكير والذي يؤثر فيه كلام الناس فهذا كله من يجعل كلام الناس يضور في عقلك وأنت تفكر وتحس بكتئاب وضيق هذا كله من القارين إذا أردت أن تتغلب على قارينك أعطيك السر وصبق وقلنا هذا السر عنده عديد من العديد من الفوائد أنا يعني أقول هذا السر هذا الذكر يجب أن يفرض على كل مسلم يقوله 200 مرور كل صلاة خصوص الأطفال تعلموا أطفالكم من الصغر يقولون هذا الذكر ولو 100 في الصباح من رفع الليل لأنه إذا لم تقول هذا الذكر سيأتي يوما من الأيام يتغلب عليك قارينك مهما تفعل سيأتي يوما من الأيام يتغلب عليك قارينك وإذا تغلب عليك القارين يرجعك إلى ما كنت عليه في السابق لأن هناك بعض الناس متى يقولون ليوسف كنا نحن منقطعين على بلية متى من البلاوي كنا منقطعين عليه ونذكر الله ورجعنا مرة واحدة نعرف كيف رجعنا رجعنا إلى البلية السابقة ورجعنا للمشاكل التي كنا نفعل والمعاصي من أرجعك؟ القارين أغلبيته يكون القارين يا أخوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تجدد إيمانك وتغلبك على القارين لا يستطيع القارين أن يوسوس لك بهذا الدكر لا يستطيع أنا جربته مرارا وتكرارا ظرف سنة أو سنة وأنا أقوله بأعداد كبير وبأعداد صغير وأجرب يوم وضعيت فرق يعني لما أقف على هذا الدكر أرى شيئا آخر ولما أرجع لهذا الدكر أرى أشياء أخرى إذا أتبعت هذا الدكر لا يستطيع القارين تحكم فيك أنت تتحكم في شخصيتك وستحس أيام كأنها أيام رمضان كلها كأنك في أيام رمضان كأن لي وجد شياطين الناس كلهم مفتونين وموسوسين ولهم شياطين وأنت تحس كأن ليس هناك شيطان كأنك في رمضان هذه من المجربات الأكيدة إذا استطعت تقوله ألف في جلسة واحدة وإذا لم تستطع فقله مئتين مرة وراء كل صلاة يوسف أنا ليس عندي وقت وأعمال وعندي كذا وعندي كذا قله مئتين مرة في الصباح ألف مرة في المساء اجعل لك وردا اختار لك وردا أنا لا أستطع أن أفرق بينكم كل شخص عنده هناك عنده عمال هناك ما عنده دراسة هناك ما يكون في المساء اليوم أنت تختار ورد إما مئتين مرة وراء كل صلاة إما ألف في الصباح ألف في المساء إما خمسمائة في الصباح خمسمائة في الليل إما مئة في الصباح ومئة في الليل أنت تداوم على هذا الورد داوم على هذا الورد وستروا هذه النتائج التي قلت لكم هذه من أبحاثي إن شاء الله يعني تتحكم في القارن ولا يستطيع القارن أن يتحكم في عقلك هذا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء